اشتركوا في القناة ويقاها سعادته في الاجتماع نوها بجهود رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحكومته في تحرير الموصل وتل عفر والمناطق المحيطة من قبضة تنظيم داعش الارهابي مؤكدا بانه بالرغم من جميع التحديات فان العراقيين توحدوا بثبات وشجاعة في مجابهة الخطر الكبير الذي هدد مستقبل امتهم وانه واثق من قدرة الشعب العراقي على العودة الى الامن والاستقرار وشدد سعادته على التحدي الكبير الذي يفرضه اعادة بناء الموصل والمناطق المتضررة الاخرى وضرورة الاسراع في ذلك حتى يتمكن اهاليها من العودة الى منازلهم وتجنب ظهور تنظيم ارهابي اخر يستغل مثل تلك الظروف وفي هذا السياق عبر عن تطلعه الى انعقاد مؤتمر المانحين في دولة الكويت الشقيقة العام القادم وفي شأن السوري اكد سعادته على اهمية تعاون كل الاطراف الدولية ذات العلاقة والدول الاقليمية المسؤولة لمواصلة محادثات السلام والتوصل الى حل سياسي للازمة والتأكد من وصول المساعدات الانسانية الى اولئك الذين هم في امس الحاجة اليها كما شدد سعادة السفير بانه لا يجب تجاهل التهديد الذي تشكله التنظيمات الارهابية الاخرى مثل حزب الله على مستقبل سوريا وبالتالي فانه من المهم جدا بعد اضعاف تنظيم داعش ان يتم وضع اليات مناسبة لمنع التنظيمات الاخرى من التسارع على النفوذ والسيطرة على مناطق ضمن الاقليم السوري وفي الختام جدد سعادة السفير التزام مملكة البحرين بالمشاركة في محاربة تنظيم داعش الارهابي ومواصلة جهودها في مكافحته وتمويله وتجفيف موارده ودحر فكره الضالي والمنحرف ترجمة نانسي قنقر